النائب محمد أبو العنين وكيل مجلس النواب والرئيس الشرفي لبرلمان البحر المتوسط التقى بالنائب العام الإيطالي على هامش المؤتمر الدولي لمكافحة الفساد في شرم الشيخ ترقص النائب محمد أبو العنين جلسة نقاشية حول سبل مكافحة غسيل الأموال واستعادة الأصول وشارك في الجلسة كل من النائب العام الإيطالي وأيضا شارك فيها رئيس برلمان البحر المتوسط وأكد سيادة نائب محمد أبو العنين جلال الجلسة أن مصر وضعت استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد بعد ثورة 30 يونيو واستطاعت الرقابة الإدارية تحقيق 60% من أهداف الاستراتيجية الوطنية 2019-2022 خلال عامين فقط